حياكم الله إلى التفاصيل وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تتعلق بتحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة لبنات وأبناء الشعب الأردنية الرسالة الملكية تضمنت إنشاء مجلس للسياسات الاقتصادية وبإشراف شخصي من قبل جلالة الملك ويتكون المجلس منه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس العيان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب رئيس غرفة الصناعة الأردن رئيس غرفة تجارة الأردن الدكتور صلاح الدين محمد البشير السيد منير يوسف نصار السيد مازن سميح دروزة السيد يزيد عدنان المفتي الدكتور أيمن عيد مزاهرة المهندس فراس عمر أبو شاح السيد شهم مونيب الور ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ديوان الملكي الهاشمي مقررا للجنة هذا وقد جاء في الرسالة الملكية ذكر لدوري وأهداف المجلس بإيجاد الحلول التنموية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار لتحفيز النمو وأهمية العملية تشاركية في تنفيذ برامج الحكومة مع القطاع الخاص ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه الاقتصاد أو النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهدفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معادلة نمو أعلى وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني هذا وكان جلالة الملك استقبل أسر شهداء الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قضوا جراء العمل الإرهابي على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة أدن الأردن التفجيرين الإرهابيين الذين وقع أحدهما في قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء والآخر وقع في فندق في العاصمة الصومالية مقاديشو ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني قال إن الأردن يؤكد شجبه لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع قيم الإنسانية ويدعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمكافحة أعمال التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت دوافعه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن قوات حرس الحدود منعت دخول سيارة الرباعية الدفع قدمت من الأراضي السورية باتجاه الحدود الأردنية وأضف المصدر أن المراقبات الأمامية وبعد أن شاهدت السيارة عمدت فوراً إلى تطبيق قواعد الاشتباك داخل الأراضي السورية ما أدى إلى انقلاب السيارة على الساتر الترابي الحدودي ولا ذمن بداخلها بالفرار إلى الداخل السوري ليتبين بعد تحريك فرق البحث إلى الموقع أن المركبة كانت تحتوي على نحو ستة ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف حبة كيبتاجون وألف وستمائة واثنين وتسعين كف حشيش حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة تتابع السفارة الأردنية في تل أبيب مجريات التحقيق مع امرأة أمرأة أوقفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد ضبط سلاح بحوزتها خلال مرورها على المعبر الحدودي جسر الملك حسين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي في تصريح لرؤية إن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة في الأربعينات من عمرها بدعوى محاولتها إدخال سلاح خلال عبورها الأراضي المحتلة قادمة من الأردن وقالت الرافعي إن السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت المعلومات الواردة في الإعلام مع الجهات الفلسطينية المختصة مضيفة أنه تبين أن السيدة موقوفة بتهمة إدخال سلاح إلى إسرائيل وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام تم إيقاف السيدة وضبط الذخيرة داخل كيسي عجوة وهي عبارة عن مسدس ومشطي رصاص أحل نائب عام محكمة أمن الدولة المتهمين بقضية خلية إربد الإرهابية إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم وذلك وفقا للأصول القانونية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير تهم بالإرهاب استخدام أسلحة بطريقة غير مشروعة وتصنيع مواد مفرقعة والترويج لأفكار جماعة إرهابية أبرز التهم الموجهة للمتهمين ضمن ما أصبح يعرف بخلية إربد الإرهابية نائب عام محكمة أمن الدولة أحال المتهمين إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم وفقا للأصول القانونية المتهمون في القضية واحد وعشرون شخصا أنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق معهم ووجه لهم تهما تتعلق بالإرهاب إضافة إلى تصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية والتدخل للقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان وحيازة أسلحة ودخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية التحقيق انتهى وبدأت فصول المحاكمة في القضية التي هزت الأردنيين وتركت أثرا كبيرا كان أبرزه زيادة الثقة في الأجهزة الأمنية التي حسمت الموضوع في ساعات مجنبة الأردن كارثة كان من الصعب التكهن بتبعاتها عادت مظاهر الحياة اليومية إلى طبيعتها في لواء ذيبان بمحافظة مادبا وذلك بعد صيغة حل أنهت مظاهر التوتر وأفرجت الأجهزة الأمنية عن أربعة معتقلين ليلة أمس وساد الهدوء مختلف مناطق محافظة مادبا ولواء ذيبان تحديدا نتابع المزيد في هذا التقرير بهذه المظاهر من الحميمية وبما يعبر عن انتهاء أزمة ذيبان قام عدد من وجهاء وأهالي اللواء بزيارة مصابي قوات الدرك في مدينة الحسين الطبية والذين تعرضوا لإطلاق نار خلال الأحداث التي نشبت على مدار الأسبوع الماضي أهالي ووجهاء اللواء أكدوا أن الأزمة انتهت وأن الثقة كبيرة بالمؤسسات والأجهزة الأمنية شوحدة بزيارة هذه المدينة أو هذه المستشفى واطمعنا عن زينة شبابنا وخيرة شبابنا ونطلب من الله العي القدير أن يحفظهم ويبعدهم عن كل مكروه ويبعدهم ويردهم لجيشهم لقوات دركنا الفرساني لنكبر بهذا زينة شبابنا أطلب من كل أهلي وكل عشيرتي وكل قبيلتي أن نوقف مع الوطن الوطن فوق الجميع الوطن للجميع نتمنى الشفاء العاجل لأبناء قوات الدرك نحن نستنكر ما حصل لهذون الشباب أبناء الأردن أبنائنا أبناء قوات الدرك ندعي لهم بالسلامة الصيغة التي أفضت إلى إنهاء الأزمة تمثلت باتفاق خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية سلام حمد عقد في دار محافظة مأدبة وحضره عدد من وجهاء لواء ذيبان وتمثلت الصيغة بمساعدة المتعطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص والإفراج عن من لم يثبت تورطه بإطلاق النار على قوات الدرك أو تجاوز القانون توصل اتفاقات أنه تحل يطول ملف الأمن كامل عدم ملاحقات أمنية وتوظيف الشباب صيغة حل حملت عناوين سيادة القانون والبحث عن حلول لأزمة البطالة وبما كفل عودة الهدوء ومظاهر الحياة إلى طبيعتها ذيبان وبعد أن كانت إحدى أبرز العناوين التي تم تداولها لسبوع الماضي تعود للهدوء حاملة الصيغة والمقاربة القانونية والحل الذي حمل الجديد بتحمل القطاع الخاص جزءا من مسؤوليته تجاه المتعطلين عن العمل من أبناء اللواء قرر رئيس الوزراء دكتور هاني الملقي تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الثلاثة الموافق للخامس من تموز المقبل وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثامن من الشهر ذاته بمناسبة عيد الفطر السعيد وفي خبر آخر أنهى طلبة الثانوية العامة اليوم امتحانات الدورة الصيفية لهذا العام بتقديمهم المستوى الرابع من امتحان اللغة الإنجليزية الذي تفاوت تاراء طلابي حول مدى صعوبته تفاصيل أوفا في التقرير التالي أكثر من مائة ألف طالب أنه اليوم تقديم امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه بمختلف الفروع الأكاديمية والمهنية في دورتها الصيفية لعام 2016 والتي بدأت في الثالث عشر من الشهر الحالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات أكد أن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية الحالية سارت بشكل متميز وسط ارتفاع مستوى الوعي الكبير بأهمية الحفاظ على قدسيته لدى الطلبة وأولياء أمورهم انتهت الامتحانات ولم تسجل حالات تذكر فيه من مخالفات أو ما شبه ذلك المخالفات كانت أقل من 300 حالة تقريبا طيلت فترة أيام الامتحان عندما نتحدث عن المخالفات مخالفة التعليمات وليست أمور تمس الأسئلة أو ما شبه ذلك من قضايا تقدم الامتحان ما يقرب من 128 ألف طالب طبعا كانت هناك نسبة غياب عن مادة أو مادة 2 أو 3 رقم لا بأس به بدأ التصحيح بأوراق الامتحان يشارك في تصحيح امتحان الثانوية العامة ما يقرب من 18 ألف زميل من العاملين في وزارة التربية والتعليم آمل إن شاء الله أن ننتهي من تصحيح الثانوية العامة وإعلان نتائجها قبل التاريخ الذي أعلننا فيه نتائج الدورة الصيفية الماضية طلبة الثانوية العامة بشكل عام أعربوا عن ارتياحهم من مستوى الامتحانات والوقت الممنوح فيما أكد عدد منهم أن أسئلة الامتحانات كانت من المنهاج وقل ما جاءت من خارجه امتحان الإنجليز اليوم كان مستوى كويس وبصراحة أحسن من الفصل الأول والحمد لله إن شاء الله خير الامتحان سهل والأسئلة كلياتها من المنهاج كان الوقت كويس يعني أحسن الامتحان مبارح تبع المستوى الثالث والامتحان اليوم سهل كثير إجت الأسئلة متوسطة يعني مو كثير صعبة ولا كثير سهلة بس متوسطة بس كان بدها شوية وقت ما كفعنا الوقت للآخر لأنه كان فيه كثير كتابة وأشياء زي هيك والله الامتحان كان متوسط يعني كويس أسهل من المستوى الثالث اللي راح الفصل الأول الحمد لله كان الامتحان متوسط لا سهل ولا صعب والوقت كان كافي وكان هدود داخل القاعات انتهت امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية الحالية على خير مسجلة إحدى أفضل الدورات من حيث كافة عناصر العملية التعليمية في أجواء الامتحانات إضافة إلى شعور عام بالراحة يخفف من وطأة ضغط التوجيه الذي كان ملازما للأردنيين على مدار السنوات الماضية علي الأعرج رؤية بدأت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم بتوزيع البطاقة الذكية تجريبيا على عدد من موظفيها لدراستها تمهيدا لإصدارها رسميا في موعد يحدد قريبا اليوم بدأت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإطلاق نسخة تجريبية من البطاقة الذكية الإطلاق تم في المركز الرئيسي وباقي المديريات الرئيسية في المحافظات على ضوء النتائج اليوم ستقوم الدائرة بالإعلان الرسمي عن الموعد الرسمي لصدور البطاقة الذكية والذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة حرائق مفتعلة وتلوث بأيه معاناة مستمرة لسكان منطقة ديرغبار غرب العاصمة عمان بسبب وجود مكب للنفايات في المنطقة أعلنت أمانة عمانة وعقب شك والمواطنين لرؤية عن إغلاقه حرائق وتلوث مشهد غير حضاري ركام ونفايات هذا ما يحدث في المكب الواقع في منطقة ديرغبار غرب العاصمة عمان المكب الذي أعلنت أمانة عمان أنها قامت بإغلاقه وإزالة الخيم وترحيل سكانها يعاني من استمرار الحرائق التي تؤدي إلى تلوث بيئي وتشكل منظرا غير حضاري أدى إلى ترك عدد من سكان المنطقة لمنازلهم بسببه يوجد هذا الموقع في منطقة ديرغبار حيث يقوم بعض أصحاب الخيم المتوجدين في نفس هذا الموقع في موقع كسارة بتجميع مخلفات الأشجار والأخشاب وإضرام النيران فيها هذا يسبب حقيقة إشكالية بيئية والأدخنة الصادرة من هذه النيران تسبب أيضا تلوث بيئي قامت أمانة عمان بإغلاق هذا المكب منذ ثلاثة أيام والعمل جاري الآن على ترحيل جميع أصحاب الخيم الموجودين في هذا الموقع لأنه حقيقة الأمر يسبب مشكلة وإشكالية بيئية في نفس الموقع أمانة عمان أغلقت المكب إلا أن المواطنين يؤكدون أن المشكلة لم تحلوا بعد مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة ضد مفتعلي الحرائق في المكب الذي ينغصون حياة القاطنين بالقرب منه قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من الفلسطينيين وأصابتهم بجروح مختلفة وعتقلت آخرين بينهم ثلاثة مصلين من دولة جنوب إفريقيا وذلك خلال عملية اقتحام للمسجد الأقصى نفذتها قطعان من المستوطنين المتطرفين بحماية من قوات الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قالت أن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة لإدخال المتطرفين إلى بحات الأقصى وهو أمر غير اعتيادي في العشر الأواخر من شهر رمضان حيث إنه من المعتاد أن يتم إغلاق الباب بشكل كامل في مثل هذه الأيام وضفت الأوقاف أن سلطات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي على الفلسطينيين كما اعتدت على المعتكفين بالضرب الوحشي في وقت كانت تحمي فيه المتطرفين المقتحمين ما قامت به سلطات الاحتلال في هذا اليوم هو عدوان جديد يضاف إلى سلسلة الأتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك لكن بهذا اليوم وبهذا التوقيت بالذات نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي ماضية في غيها وفي عدوانها على المسجد وما قامت به اليوم هو دليل واضح على استهداف المسجد واستهداف المصلين والمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى في محاولة واضحة للتشويش على المصلين في عبادتهم وفي تواجدهم في المسجد ظنا من هذه السلطات أن مثل هذه الاعتداءات ستثني أبناء الشعب الفلسطيني عن شد الرحال إلى المسجد الأقصى بمناسبة اليوم العالمي للتواصل الاجتماعي نظمت شركة زين احتفالاً لعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الاجتماعي نظمت شركة زين احتفالاً حضره عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي وذلك بهدف التواصل مع الفاعلين على مختلف المنصات الاجتماعية والتعرف على كل ما هو جديد ومشاركته مع المجتمع المحلي مدير عام شركة زين أحمد هنندا أشار إلى استراتيجية الشركة في شهر رمضان المبارك وهي التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي من خلال العديد من المبادرات التي تقوم بها الشركة وبالتعاون مع عدد من الجهات استراتيجيتنا هي أنه نحاول خلال هذا الشهر نتواصل مع كافة فئات المجتمع المحلي بفعاليات وأنشطة مختلفة سواء كانت في المسؤولية الاجتماعية أو في ريادة العمال أو التواصل مع نشطاء السوشيل ميديا زي اليوم الاحتفال تضمن العديد من الفقرات الغنائية والفنية والمسابقات للمشاركين وبما يعبر عن هوية المناسبة وهدفها بالتعريف بالدور الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي ونشطائه